رقم اثنين ينزع الثمار المريضة 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 الثمار المريضة ايام بيطلع فينا الثمار لكنها مريضة منة جيدة منة جيدة والكتاب المقدس بيحكي بألاف الأماكن عن كيف تعضد وتساعد وتصلح المريض وهذا الشيء ضروري نعمله ودايما منفكر كيف نصلح المريض يعني أخلاقيا مريض أو بعلاقاته مريض وهذه دعوتنا لكن بيجي وقت يلي فيه بتحكي مع الشخص أول مرة وتاني مرة وتالت مرة وبيتمرد وبيعصي وبيتمرد وبيتمرد بيجي وقت يلي فيه شو بتقول إجا الوقت لحتى نقطة لكي تنمو الجماعة رب يسوع المسيح بلوقة 13 بيقول إنه كان فيه كرام عنده كرم صاحب كرم وبهالكرم كان فيه شجرة تين وبهالشجرة التين كان يجي عليها كل سنة بيتوقع شو قولوا معي ثمر ثمر فبيجي بيطلع بهالشجرة خضرة لكن ما فيها شو ثمر تبقيل بيجي سنت الجي إجا سنت الجي ما فيها ثمر السنة التالتة ما فيها ثمر بيبعت ورا الكرامين تبعوا شو بقلهم صاحب الكرم شو بقلهم طعوا هيد الشجرة إنها تبطل الأرض شي لو حط غيرها فالكرامين شو بقولوا تركها هذه السنة طول بيلك عليها ما عليش عطيها بعد فرصة خلينا ننقب حولها ونحط زبل وإذا سنت الجي عطية ثمر عظيم وإلا شو فقطعها تب شو صار السنة المقبلة تعرفوا ما بيقول كتير مقدس فينا يمكن نتنبأ إذا النبوة عن إسرائيل وخراب ورشاليم هذا موضوع تاني لكن السنة المقبلة إذا فيها ثمر عظيم لكن إذا ما فيها ثمر شو بنعمل في وقت للقطع فالقائد الجريء بيعرف إنه في وقت للقطع وبيعمل هيدا الشي بكلمة حبة وبلطف انتبهوا القائد لا يسبب الأذى إنما يسبب الألم أحيانا وبتعرفوا شو الفرق بينتهم للطبيب ما بيسبب الأذى إذا كان طبيب جيد لكن يسبب الألم لحتى يعمل عملية جراحية لا يخلص إنسان فأحيانا منحتاج إنه نقطع أمور لحتى يحيى الإنسان فهل عندك الجرأة إنك تعمل هالعملية الجراحية مش لتقذي لكن لحتى تقلم شخص لكي يحيى هذا الإنسان فبدي يشجعكم يكون عندكم هالجراءة الإنسان لما بيدخل الكرام لما بيدخل إلى كرمه أرجوكم انتبهوا بيدخل إلى الكرم وبيبلش يقطع لأنه عنده وبيستخدم تقطيع الأشجار الأغصان كستراتيجية للنمو لا يعمل هذا الشيء بردت فعله الطبيب لا يكون هايك معصب معصب خليني أقطع إيد شخص ليس هكي صح؟ هذه استراتيجية في تخطيط في دراسة في تحليل في تصويب على المرض وفي إزالة المرض فدورنا كقاضي إنه يكون التشذيب استراتيجي بحياتنا من أجل من أجل النبوة لكن إذا أنت بتقطع وتشذب كردت فعل نابع شيء من غضبك بعدم حكمة أنت بتأذي هذه الشجرة لأنه ليس كل الأغصان ما نقطعهم صح؟ فقط الأغصان اليابسة يلي لازم إنه نقطعها لكن تطبيقاً هل في أمور بحياتنا بتحتاج مريضة؟ بتحتاج إنه ننزعها؟ نعم؟ نعم بدنا نعرف شو هي هل أحياناً بالجماعة بيكون في شخص مثلاً زارع خصومات بين إخوة؟ أو شخص مثلاً بيجذب باستمرار أو معاند أو لا يخضع للقاضي شخص بيظن إنه هو بيعرف كل شيء وكل الناس أغبياء حولي هيدا الشخص تنذره مرة واثنين واثلاثة بعدين بيجي وقت شو بتعمل؟ بدك تاخد قرار منه إيكو شو بقول الرسول بولوس بتيتوس ثلاثة عشرة بقول الرجل المبتدع بعد الإنذار مرة ومرتين شو بتعمل؟ الأعرض عنه يعني قطاع العلاقة به وهيدا الأمر مؤلم أحياناً لكن ضرورة جداً من وقت للتاني أنا بحب من الإشارة اللي بحب بهو أعملها إن أدرس حالة مؤسسة معينة أو كنيسة وسعى شوف شو الأسباب هالكنيسة ما عم تنمع كنيستنا من عشر سنين كان فيها سبعين خمس سبعين شخص يوم كنيستنا عنا خمس اجتماعات أكثر من ألف ومئتين شخص يحضروا اجتماعاتنا فتعلمت أمور عديدة اللي بتساهم في نمو الكنيسة واحد منهم التشذيب إنك تعرف كيف تقطع بالوقت المناسب لخير الكنيسة لخير الجماعة فكنت عم شوف مؤسسة وهالمؤسسة شركة وهذه الشركة كان فيها موظفين لكن كان فيها مشكلة كان فيها جو مش صحيح هذه المؤسسة فلما درست حيات هود الناس وسألت وتعرفت على الناس اكتشفت إنه الكل حاسس إنه فيه شخص هيد الشخص هو زارع خصومات هو صاحب وجين هو بول شي هنا وبول شي هناك وهيد الشخص يلي هو شرير لكن كان عنده علاقات قوية في كل مكان وما حدا بيواجهه عنده مركز مهم مديره لفوق منه كان توافقي كان لطيف بمعنى إنه ما بده يفوت بمشاكل خلي كل شي هادئ وعروي وما بدنا مشاكل لكن ما كان عنده الجرأ يواجه لهيدا شخص كانت النتيجة إنه الموظفين الناجحين يلي إلهم مستقبل بلشوا يتركوا هيدا الشركة واخر شي مجلس الأمناء طردوا لهيدا المدير العام والسبب لأنه ما كان عنده الجرأة إنه يشحب ويشحل الأخصان اليابسة من أجل نمو الجماعة القائد الجريء عنده هيدا الجرأة إنه يقول لا لأمور بيعملها بحياته غير مقدسة يقول لا إذا هو ضمن جماعة وفي حدا عم يتصرف بطريقة غير غير مقدسة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر